موسيقى من سنة 1987 وإدارة المدرعات كانت حريصة أن نازي فروسية القوات المسلحة يكون في الصدارة علشان كده الدولة المصرية أنشأت هذا الصرح ليكون امتداد لما تحقق من نجاحات الآن مع كلمة اللواء أركان حرب إيهاب لطفي مدير إدارة المدرعات في القوات المسلحة المصرية فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للكوات المسلحة الحضور الكريم الإخوة الأشقاء من الدول العربية فرسيان جيوشنا العربية اسمحوا لي في البداية أن أرحب بسيادتكم جميعا في افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تلك البطولة التي تجمع بين الشجاعة والمهارة والتي تتحدث فيها القيم العسكرية بروح التنافس والتفوق في ساحة المنافسة حيث تتلاقى الروح الرياضية مع تقاليد الشرف والفقر العسكرية وأنه لمن حسن الطالع أن تتواكب هذه البطولة مع احتفالات مصر بأعيات تحرير سيناء فكل عام ومسرنا الحبيبة في أمن وأمان واستقرار سيدة الرئيس يتيب لي أن أرفع لسيداتكم أسمى آيات الاحترام والتقدير معبراً عن عميق الإمتنان لتشريف سيداتكم اليوم على الرغم من التزاماتكم الجسام في إحدى القلاع الرياضية الحديثة التي أطلت علينا بجمهورياتنا الجديدة والذي يأتي تكسيداً لاهتمام سيداتكم الدائم بكافة الأنشطة الرياضية على مستوى الدولة بصفة عامة ورياضة الفروسية بصفة خاصة ومن منطلق قول رسولنا الكريم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة أصبحت رياضة الفروسية جزء لا يتجزأ من تراثنا العسكري والثقافي فالجواد العربي المصري له طريق عريق ونقاءه فريد وشاهد على عمق الطراث والحضارة وتعتبر مصر من الدول الرائدة في تربية الخيول العربية الأصيلة سيدة الرئيس لقد كان لسيداتكم دوراً بالغ الأهمية في دعم وتطوير الرياضة في مصر وخاصة رياضة الفروسية وتحت رعايتكم شهدت الجمهورية الجديدة إطلاق مشروعات ضخمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز هذا المجال وبهدف ليس فقط المحافظة على هذا الطراث العريق ولكن أيضاً لتعزيز مكانة مصر كمركزنا رائداً عالمياً في إنتاج وتربية الجواد العربي للمصر الأصيل ورياضة الفروسية ونحن الآن في نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وهي أحد أكبر المدن الأولمبية بقارة أفريقيا والعالم والمقام عليها البطولة العربية العسكرية للفروسية الحضور الكريم لقد كان التعاون بين القوات المسلحة ووزرات الشباب والرياضة والاتحاد المصري للفروسية والاتحاد العربي للرياضة العسكرية والدولي للفروسية وكافة الجهات المعنية بالدولة وتحت رعايتكم عنواناً وسبيلاً هدفه إحياء الطراث من خلال الاهتمام بالحسن العربي المصري ورياضة الفروسية وفي إطار هذا التعاون سيتم تنفيذ بطولة دولية للناشئين وبطولة الجمهورية بجانب البطولة العسكرية للفروسية والتي تعد أكبر مشاركة لبطولة عربية عسكرية وفي الختام أتوجه بالشكر والعرفين للقيادة العامة للقوات المسلحة والأفرع الرئاسية والهيئات والإدارات على الدعم اللامحدود الذي تقدمه لتنمية هذا القطاع الحيوي سيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة إن جيش مصر كان ولا يزال الحصن المنيع والدرع والسيف الذي يحفظ للأمة قسيتها ومكانتها أقسم رجاله على الفداء وحمايتها من كل غادر لكي يستمر جيش مصر في الحفاظ على مكانته ولكن كانت توجهات سيادتكم السديدة خير عون لنا وفي النهاية أكرر الشكر والتقديل لسيادتكم على تشريفكم ورعايتكم للبطولة كما أكرر ترحيبي بوفود الدولة الشقيقة المشاركة بالبطولة وتمنى لهم التوفيق في منافستهم وقامتهم في بلدهم الثاني مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته